هتعتزروا. المفروض تطلعوا واحد واحد نعتزر صح ولا? تطلعوا واحد واحد. العالم الاسلامي كله. كم مليار يطلعوا يعتزروا. ليه نتانياه? احنا قاسفين يا نتانياه. احنا قاسفين يا حج ترامب. توز فيكم كلكم. ترامب وكل امريكا. وتوز في اسرائيل وكل صهينة العالم. ولا العالم ده يخشلنا باعتبار. ولا الكلام ده لازمة. لان في شعوب ما زالت بتكره الصهينة. وفي شعوب ما زالت بتؤمن انه فلسطين عربية واسلامية والقدس للمسلمين كانت وستبقى. ما زالت الشعوب قبضة على الجمر. وكل الكلاب اللي بتحكم في العالم العربي والاسلامي وبتفرط بصرها الهلاك. اوعى تنسى مصير السادات. اوعى تنسى مصير السادات. اول واحد فتح الباب لليهود انتهى. ضربوا الجيش المصري. ما ضربوش كيان ولا تنظيم. ضربوا الجيش المصري. سامحوا بقتله. والحد النهاردة لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خالفهم. هم دول الناس اللي هيحرروا فلسطين. وهيزيلوا اسرائيل ده مش كلام من انشى. ممكن الظروف مش بساعدة. لكن اسرائيل خانت عشرمائة الف فرصة. ما فيش ولا مرة اثبتت فيها انها دولة بتاعت بني ادمين. دي دولة قتلة. مجرمين. عاوز يعيش لوحده. يعيش كما لو كانت دولة ربنا انزلها من السماء لليهود بس. ثم يأتي ترامب يقول لك ايوة دولة اليهود. ما ليه لازم كده. نتانياهو صفقة القرن هي فرصة القرن. ومش هنفوتها. وعاوزين نقول شكرا لترامب اللي داخل الانتخابات. وابنقول اليهود في العالم انتخبوا مين ترامب. وحبيبكم مين ترامب. لحد دلوقت انا ما سمعتش اي ردة فعل. غير الجامعة العربية هتقعد. يا طرى عفتاح السيسي ما سمعش الكلام ده ولا سمها. يا طرى خادم الحرامين. يا طرى الشيوخ. يا طرى العلماء. يا طرى انت فين يا عبد الرحمن السيليس. ولا فين مش عارف مين. صح الكلام ده انا بقول ده? والشيخ فلان اللي هو العيسى اللي كان بيقول لك لو شفت وليه الامر بيزني على التلفزيون نص ساعة. آآ آآ ياريت يطلع يقول لنا ايه الرأي في الموضوع ده? هو ده صلح? ولا انحناء? هو دي صفقة? ولا بيع? هي الاراضي بتتباع? هي دي ارض ابوك انت وهو? ولا ارض الفلسطينيين? تتحكموا فيها دي.